اهلا بكم من جديد تحالف واتفاق على التصدي لتهديد مشترك رؤية تتفق فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا هدفها احداث توازن في منطقة المحيط الهادئ الذي تطل عليه الصين فأعلنت الدول الثلاث عن خطة الغواصات النووية من قصة؟ هي خطة تقضي بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كشفت عنها قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التي تشكل تحالف أوكس كما نعلم والهدف منها مواجهة طموحات الصين في المحيطين الهندي والهادئ وما أعلن عن خطة الغواصات وما إن أعلن عن هذه الخطة حتى ثارت حفيظة الصين فنددت بها وحذرت من أن سلوك الدول الثلاث يمثل طريقا خاطئا وخطرا معتبرة أن أستراليا وأمريكا وبريطانيا تتجاهل مخاوف المجتمع الدولي حليفة الصين عبرتها الأخرى عن مخاوفها فقالت روسيا أن الغرب يبني تكتلات مثل أوكس ويطور البنى التحتية لحلف شمال الأطلسي في آسيا ويراهن على مواجهة تستمر لسنوات طويلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها كان لها موقفان فحذرت من مخاطر الانتشار النووي بفعل برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي هذا وطالبت دول أوكس بتنفيذ الضمانات الدولية لكنها أضافت بأن هذه الدول ملتزمة بعدم الانتشار النووي العالمي إذن نفتح أول ملفات دائرة الشرق لهذه الليلة نتعرف إلى أبرز مخرجات اجتماع قادة تحالف أوكس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولية الكبرى ترى الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ساحة استراتيجية للحضور بعدتها وعتاتها هناك تعمل واشنطن على شراكات بهدف تطويق الصين تحالف أوكس أبرزها والذي نتج عنه صفقة غواصات نووية مع أستراليا تؤمن توازنا في المنطقة صفقة مقسمة إلى جزئين الأولى قيمتها بين خمسين إلى خمسة وثمانين أو ثمانية وخمسين مليار دولار تتضمن بيع ثلاث إلى خمس غواصات نووية أمريكية لأستراليا من طراز فيرجينيا ستصل إلى موانئ أستراليا بحلول عام عشرين ثلاثين الثانية تتمحور حول خطة تصنيع للغواصات النووية على الأراضي الأسترالية بدعم أمريكي وبريطاني حيث أطلقت أستراليا أكبر استثمار عسكري في تاريخها بتكلفة ستصل إلى مائتين وخمسة وأربعين مليار دولار خطة ستبدأ بمرحلتها الأولى باستثمار نحو أربعة مليارات دولار على مدى أربع سنوات لتوسيع قاعدة غواصات رئيسة في مدينة أديليد الأسترالية وأحواض بناء الغواصات إلى جانب تدريب العمال منية تحتية ستستخدم في تصنيع غواصات نووية من طراز أستود في عام عشرين أربعين على أن تدخل أولى الغواصات الخدمة بحلول عام عشرين خمسين تحت مسمى جديد وهو أس أس أن أوكس وفقا لهذه أو لهذا الواقع سيجري بناء غواصة نووية واحدة كل ثلاث سنوات حتى يصل عددها في الأسطول الأسترالي الذي تم إنتاجه داخليا إلى ثماني غواصات خطة تراها الصين وروسيا تتعارض مع معاهدة حضر انتشار الأسلحة النووية الموقع عام 1968 لنقل المواد الانشطرية والتكنولوجيا النووية واقع استغلت فيه دول أوكس الثلاث الثغرة القانونية في هذه المعاهدة والتي تتعلق بالفقرة الرابعة عشرة وهي التي تسمح بإعفاء المواد الانشطرية العسكرية غير المتفجرة مثل الدفع البحري من عمليات التفتيش والمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذن أثارت صفقة الغواصات الأمريكية إلى أستراليا تنديد الصينيين والروسيين لكن ما الذي يميز الغواصات النووية عن غيرها ولماذا تلجأ إليها أدول لتطوير أسطولها البحري نتابع ليست مجرد غواصة تقليبية فالغواصة النووية لها ما يميزها فهذا يعني أنها تستطيع الحركة بسرعة فائقة كما أنها تغوص إلى عمق يبلغ مئات الأمتار تحت سطح البحر ولفترة تتجاوز 25 عاما لا تحتاج خلالها للتزود بالوقود عام 1954 أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أول غواصة نووية في العالم عرفت باسم يو اس اس نوتيلوس ثم توالت بعدها الغواصات الأمريكية بنسخ أكثر تطورا هذه هي يو اس اس هواي مثلا أحد نماذج الصناعات الأمريكية للغواصات وهذا ما تبدو عليه من الداخل من حيث الإمكانيات وللعلم ليست الولايات المتحدة وحدها من تصنع غواصات نووية في العالم معها روسيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الصين والهند بالنسبة لآلية عملها فإن الغواصات النووية تعتمد على مفاعلات صغيرة موجودة على متنها تنتج طاقة نووية وتولد الحرارة لصنع بخار للتوربينات التي تولد الكهرباء لدفع وتشغيل الأنظمة الداخلية كما أن الغواصة النووية قادرة على سحب مياه البحر وتنقيتها عبر عملية تحلية المياه وذلك بغية تكوين البخار وخلق الأكسجين من خلال التحلل المائي ويستخدم بعض هذه المياه النظيفة للشرب أيضا إلا أن خطرها يتجلى بإمكانية حدوث تسرب إشعاعي أو إذا تعطل جهاز تبريد المفاعل ولم يغير بسرعة ما يشكل تهديدا لأمن طاقم العمل داخل الغواصة وهذا ما حصل فعلا عام 2000 للغواصة النووية كورسك درة البحرية الروسية انفجر توربيدوم بصورة عرضية داخلها عندما كانت تبحر شمال البلاد ما أدى لغرق 118 من طاقمها ضمن أسوأ كارثة عرفتها البحرية الروسية بعد العهد السوفيتي إذن ما هي أهداف المعسكر الغربي من هذه الصفقة صفقة الغواصات التي تعمل بطاقة نووية لأستراليا ما هي منطلقات الهواجس والتنديدات الصينية والروسية ما الفرق اليوم بين الأسلحة النووية والأسلحة التي تعمل بطاقة النووية وما هي التدعيات المقرؤة لهذا الملف إذن أرحب بضيوفي لنطرح عليهم كل هذه الأسئلة من هونغ كونغ سيد هي سينغ تسو مدير جمعية الدراسات المتقدمة للعلاقات الدولية في هونغ كونغ من مونتانا عبر تطبيق زوم سيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ضابط المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من موسكو عبر الأقمار الصناعية سيد فازلي كولتاشوف رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية مرحبا بكم ضيوفي الكرام سيد مايكل أبدأ معك بداية ما أهمية هذه الصفقة في ردع النفوذ الصيني في منطقة الاندو باسيفيك وفقا للدول الثلاثة يسعدني أن أكون مع ضيوف الكرام ومع المشاهدين يمكنني القول أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأسراليا هم خلفاء ويجب أن يكون هناك تطابق بينها لدفاع عن أنفسها وعن أمنها ولذلك من الضرور للولايات المتحدة أن تبرم مثل هذا الاتفاق وكما قلت فهي غواصة تعمل بيئة طاقة النووية مع تسليح تقليدي وبالتالي لا تنطوي تحت معاهدة حاضر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي هو ليس استغلال لصغرى هذه المعاهدة تتعلق بالأسلحة وهذه ليس سلاحاً بل غواصة تعمل بيئة طاقة النووية مما يعطي أستراليا أو أي دولة تحصل على هذه الغواصات القدرة على أن تتقدم أسرع ولمسافات أطول وبأصوات أقل مما تصدرها الغواصات التقليدية ومن هنا الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سيتي ما هي مآخذ الصين على هذه الخطوة سيما أنه اليوم في فرق بين الأسلحة التي تعمل بالطاقة النووية والأسلحة النووية برأيي أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تنشر الغواصات في كل المحيط الهادئ وبالتالي زيادة غواصة أو غواصتين مع أستراليا لا يشكل قلقاً بالنسبة للصين أعتقد أن أستراليا تود أن تكون قوة نووية وأن تبتلك سلاح النووي والصين تعي ذلك بالكامل وأنه ليس هناك أي خلافات بين أستراليا ودول الجوار مثل الصين وبالتالي ليس هناك تحديث وأستراليا لا تود في الوقا أن تمتلك سلاح النووي ولكن أعتقد أنها تود أن تعزز من قواتها العسكرية التقليدية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية تختلف عن الغواصات التقليدية لأنها يمكن أن تعمل بعمليات متقدمة وتستخدم في الاستطلاق أو حتى لإطلاق صواريخ كروز وبالتالي أعتقد أن الصين قلقة بشأن العمليات العسكرية والأسلحة التقليدية وزيادتها في المنطقة إذن هي قلقة بشأن القدورات التقليدية وليس اكتساب أستراليا للأسلحة النووية سيد بازلي ماذا عن موسكو؟ أيضا موسكو نددت بهذه الخطوة ما هي مخاوف موسكو من هذه الخطوة؟ وهل تبدو لها خطوة مختلفة عن سابقاتها؟ يعني هو معروف هذا التحالف تحالف أوكسو وتحالف شبه نووي بين هاتين أو هذه الدول الثلاث فما الجديد اليوم؟ ما الذي يدفع موسكو إلى التعبير والتعبير عن هذه المخاوف والتنديد بهذه الطريقة؟ إن الدبلوماسية الروسية تصعى حاليا إلى أنه في العالم لا يجب أن يزداد عدد البؤر السرعية والأزمات فإن تسليح أستراليا وأيضا تشكيل التحالف الجديد تحالف أوكسو إن ذلك سوف ينشأ منطقة جديدة للأزمات المغتملة الأمر الذي سوف يؤثر سلبا على شروط الأمن والحماية في منطقة المحيطين الهادي والهندي فإن الموقف الصيني مع الأخذ بالحسبان أن هذا التحالف يعدف إلى مواجهة أو ردع الصين أمر منطقي ولكن هناك أيضا مخاطر إغلاق الممرات المئمائية الأساسية بما أن هذا التحالف سوف يتوسع احتمالا فإن الولايات المتحدة كدولة مترأسة ومتزاعمة لهذا التحالف في منطقة هذين المحيطين سوف تقدران على إغلاق الممرات القطع الممرات التجارية هذا هو الخطر الأساسي وبنسبة لموسكو آيدن فنحن الآن نشاهد كون الولايات المتحدة والدولة الغربية المطابعة قد تنتهك القوانين الدولية فإن هذا الأمر ينتبق على قواعد منظمة التجارة العالمية فإن هذه القواعد الآن يتم تجاهلها بشكل كامل فنحن سوف نستعد وسوف نكون جاهزين إلى مثل هذه الخيرات في منطقة المحيطين الهندي والهادي وليس هناك أي شيء إيجابي في كون أستراليا قد تتحول إلى دولة مسلحة بشكل كامل وشامل ولكن كل الأمر تؤدي لهذا الخيار فمن بين الدول الغربية أو دول التي عادة ما نعتبرها دول الغرب الجماعي فإن أستراليا عادة ما تمارس سياسات معتادلة ومتواضعة ولكن كل قدرات الاقتصاد الأسترالية سوف تخدم لبعض التموحات الإمبرالية فإن ذلك لن يزيد من درجة الاستقرار في العالم سيد مايكل ما رأيك يعني لكل من الصين وروسيا هواجس خاصة ونوعا ما مختلفة يعني الصين ترى في هذا التحالف أوكس بشكل عام وليس في هذه الخطوة بشكل خاص إنما بشكل عام ترى فيه خطرا بطبيعة الحال عليها وعلى مسار التسلح بشكل عام ترى هو يدعم مسار التسلح التقليدي والتسلح النووي في المنطقة وروسيا اليوم تتحدث بحسب ضيفي طبعا من موسكو عن انعكاس لهذه الاتفاقات والصفقات على الحياة التجارية في المنطقة والممرات التجارية أيضا لأي مدى هذه الصفقة وهذه التعاونات ضمن هذا التحالف تؤثر بالفعل على هذين المسارين أبدأ بالاتفاق بأنه من الضروري على كل القوى أن تقوم بكل ما بوسعى لخفض النزاعات المحتملة بداية بانسحاب روسيا من أوكرانيا وهذا سوف يساهم كثيرا في إيقاف النزاع وأيضا العنف من حول العالم أما بالنسبة لما يتعلق بالممرات البحرية فكل دولة منها الصين والولايات المتحدة وروسيا لديها حق استخدام هذه الممرات وإلا لما كانت موجودة هل هذا سوف يساعد أستراليا لكي تدافع عن ممراتها؟ نعم طبعا ولذلك معظم الدول لديها هذه القدرات وعندما تعبر هذه الممرات الدولية لكون لديها قدرة للدفاع عن نفسها عند الحاجة أيضا التهديد الأكبر في المنطقة لجهة السلاح النووي هي كوريا الشمالية وبالتالي يجب على كل الأطراف أن تركز على كوريا الشمالية التي برأينا باتت لديها السلاح النووي وتمضي وقتا طويلا في تطوير آليات يمكن أن تستهدف دول المنطقة وتصل إلى الولايات المتحدة هذا هو التهديد الأكبر بالنسبة لمنع حظر الانتشار النووي واستخدام النووي من حول العالم ويجب على كل دول العالم أن تتحد في مواجهة ذلك سيده ما رأيك بما قاله سيد مايكل واليوم الصين تقول أنه في هذه الخطوة في هذه الصفقة خرق لروح معاهدة حضر الأسلحة النووية على ماذا تعتمد الصين في هذا الحديث في حديثها عن خرق لروح معاهدة حضر الأسلحة النووية أعتقد أن الصين عندما تصرح عن أن هذا يشكل اختراقا للمعاهدة فهي تستهدف الولايات المتحدة فهناك حجة ديبلوماسية بأن الولايات المتحدة لم تحترم المعاهدة ونقلت هذه التكنولوجيا لأستراليا فهي أول من خرق هذه المعاهدة وبالتالي ليس هناك منع من نقل التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية سيد فازيلي أيضا هناك تعبير من قبل روسيا وبعض المسؤولين الروسيين عن مخاوف من نووي غربي في منطقة الاندو باسيفك وانتهاك أيضا لمعاهدة حضر الأسلحة النووية بينما في الوقت نفسه موسكو ترفع تأهبها النووي في إطار طبعا أو في سياق الحرب الأوكرانية وأيضا هناك الكثير من التقارير تتحدث عن زيادة في مستوى النووي عالي التخصيب المرسل من موسكو إلى منشأة نووية صينية بسبعة أضعاف فإذا هل تتوجس روسيا اليوم من نووي غربي بينما هي في المقابل ترفع تأهبها النووي وتتعاون نوويا مع صين إذا كانت روسيا لا تمتلك أسلحة نووية ولا تظهر القدرات على تطوير هذه القوات لكانت الطائرات الأمريكية تقصف موسكو ونحن جميعا نفهم أن ندرك ذلك وإنهم كانوا يسمون ذلك بالقصف الإنسان مثل ما كانوا يسمون ذلك خلال الحرب في يوغسلال للأسف الشديد قاموا بتحريد روسيا على الأعمال القتلية المتأخرة في أوكرانيا ولكن هذه الأعمال ضرورية لأن جزءا منها المنطقة وسط أوروبا قد تحولت إلى دولة مناحدة لروسيا فأنا أريد تذكيركم بأن كلمة أوكرانيا هي تترجم من اللغة الروسية كحد أو إقليم إقليم على الحدود فالآن يدور الحديث عن العمل القتلية في إقليم مجاور لروسيا نحن ندرك جيدا أنه في حال لم يكن هناك الدرع النووي لدى الدولة الروسية لا كان لعالم أكثر خطورة بكثير والوليات المتحدة سوف تنزل دربات ليس فقط على روسيا وأنا لا أتحدث عن الدولة الروسية فحسب فدعونا نتحايل مثل هذا السيناريو فإن الوليات المتحدة سوف تتسرق بشكل متهور فيما يتعلق بتحريم الدول من سيادة الحقيقية مع الزعم بأن ذلك تعزيز للقدرات الديمقراطية والحركات الديمقراطية وقيم حريات وحقوق الإنسان هذا استحتار للأسف الشديد فيما يتعلق بأوستراليا فيبدو لأنهم يريدون تصليح هذه الدولة ليس لدي أي شك في أن كامبيرا سوف تحصل على أسلحة نووية من الوليات المتحدة ليس لدي حتى الشك فإن المهم تتمثل في تحويل منطقة المحيتين إلى منطقة التوترات العالية المستمرة لإضطرار الصين إلى زيادة النفقات الأمنية ولكي لا أحد يشعر بالأمن والسلامة مع الأخذ بالحسبان أن هناك ضرورة متابعة الإملاءات من واشنطن وضرورة الحفاظ على التوازن ولكن هذا هو العالم الذي كما يقول رئيس بايدن يعتمد على القواعد ولكن المجتمع الدولي لا يحتاج إلى هذه القواعد نعم سيد مايكل ما رأيك بأن الهدف اليوم وفقا لموسكو هو تسليح أستراليا نوويا نحن نعلم أن أستراليا وافقت على عدم وجود مفاعل نووي أو مفاعل تدريب أيضا على أرضها وأنه ستأتي بالأسلحة النووية أو التي تعمل بالطاقة النووية عبر هذا التحالف من حلفائها لسيما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك من يقول أن هذه الصفقة تشكل سابقة وأنه يمكن استخدامها لإخفاء اليورانيوم عالي التخصيب عن الرقابة الدولية وهو ما يشير أو يشير إلى ما يقوله ضيفي من موسكو أنه بالنتيجة سيتم تسليح أستراليا ربما تدريجيا ومن دون أن يشعر المجتمع الدولي أو الرقابة الدولية النووية أن تشعر بذلك ما رأيك؟ على حد علمي الدولة الوحيدة التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية حاليا هي روسيا وتحديدا الرئيس بوتر كل أسبوع تقريبا يتحدث عن استخدام الأسلحة النووية وروسيا هي التي انسحبت من اتفاقيات نيوستارت بشكل أحادي ويجب أن نلحظ ذلك عندما روسيا تنتقى دولا أخرى تقوم بما تقوم به هي وأيضا هي مجرد تكاونات ويتم الحديث عن ما قد يحدث في المستقبل وعن فكرته حول ما قد يحدث في المستقبل إذا أستراليا كانت مهتمة بالحصول على السلاح النووي فيحتاج ذلك إلى لا تحتاج عفوا إلى مثل هذه الصفقة بالمليارات ولن تقوم بالإعلان عنها برأيي هذا تحديدا ما تم الإعلان عنه صفقة لبيع الغواصات وتحدثنا عن أهمية ذلك وهو في إطار معاهدات حصر انتشار أسلحة النووية أكرر أن المقلق هو دول التي تهدد باستمرار باستخدام الأسلحة النووية وكوريا الشمالية التي هي حليف للصين وضربت بعرض الحائط مؤخرا كل المعاهدات والاتفاقات وطورت أسلحتها النووية وتحاول أن تطور القدرات لاستهداف حلفاء أساسي للولايات المتحدة في المنطقة والولايات المتحدة سيدي لماذا تندد الصين بغواصات تعمل بالطاقة النووية مرسلة إلى أستراليا بينما كما قال سيد مايكل جارتها كوريا الشمالية وصلت إلى مراحل منتقدمة جدا من تطوير برنامج صاروخي وباليستي ونووي والصين تبدو أنها موافقة على ذلك أو على الأقل هي لا تبدي رغبة في التدخل لمنع ذلك أعتقد أن الموقف الرسمي للحكومة الصينية هو أن تكون المنطقة في شبه الجزيرة الكورية خالية من القدرات النووية ولكن قدرات النووية لكوريا الشمالية لا تأتي من الصين يمكن أن تعتمد تكنولوجيات أخرى ولا أعرف كيف يمكن أن ينقلوا التكنولوجيا والطاقة من دول أخرى ولكن الموقف الرسمي للصين كما قلت لا يدعم كوريا الشمالية لتطوير قدراتها والأسلحة النووية قبل أن نعود لسيد فازيلي برأيك ماذا تتوقع من رد فعل صيني على هذه الخطوة وعلى تحركات أوكس في منطقة الاندو باسيفك تحديدا نوويا اليوم هناك أيضا هواجس غربية من تطوير الصين لبرنامج نووي أيضا ولقدرات نووية معينة هل نتوقع أن تذهب بعيدا الصين بتطوير قدراتها النووية أم العكس ربما أن تطمئن الغرب إلى نشاطاتها النووية بشكل عام أعتقد أن الصين حتى الآن لن تزيد من قدراتها النووية بشكل كبير وأعتقد أن الصين حاليا تركز على تطوير قدراتها العسكرية التقليدية خاصة لبعض عاملات الطائرات وطائرات المقاتلة ولا تركز على تطوير قدراتها النووية على حسب أعتقد سيد فازيلي باختصار بأقل من دقيقة لو سمحت ماذا نتوقع من روسيا نتوقع تعاونا أعمق مع الصين سيما ربما في المجال النووي بناء الشاك روسيا والصين سوف تقومان بهذا التقارب بما في ذلك في مجالات تطوير الأسلحة النووية واستخدام الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التدريب المشترك للقوات التقليدية أظن أن الدولتين سوف تتعاونان لتوريد الأمن والسلام في كل القارة الأوراسيوية لأن هنا يدوفر لدينا كل من المختبرات البالوجية للولايات المتحدة وهي تشارك في إنشاء الأسلحة الجينية والبالوجية وكما يبدو هم يستخدمونها بالإدافة إلى ذلك هناك كثرت القواعد الأسكرية حيث تساهم في تنفيذ انقلبات سياسية وإجراء وتنفيذ اختيالات سياسية نحن يجب أن نجعل هذه القارة آمنة للتنمية الاقتصادية وهذا الهدف يجب تحريم هذه المنطقة من النفوذ الأمريكي والبريطاني والأوروبي وبما أن الممارات التجارية المائية الآن تحت الخطر والولايات المتحدة تنشئ هذا الخطر بشكل صناعي قبل كل شيء للزملاء الصينيين وأيضا لروسيا الاتحادية لأنه في 2022 روسيا قد طرت لإعادة تدفق الأعجام التجارية من أوروبا إلى الأسواق الأسوية بما في ذلك باستخدام هذه الممارات التجارية في مياه المحيطين فمع الأخذ بالحسبان كل هذه العوامل هذا يعني أن روسيا أيضا ترى خطرا جسيما في تشكل هذا التحفل العسكري من جانب والتسليح أو تحويل أستراليا من دولة محايدة لدولة مسلحة خطرا جسيما على التجارة الخارجية لروسيا لدينا وضع في غاية التاقيد وفي نهاية المطاف يجب علينا أن نفهم والآن يشاهد تلفزيون الناس من الدول المتحدرة فإنهم يطلعون على ما يقوله كل من سيزم تينك وفلاديمير بوتين فمن غير المقبول تسليم الكلمات المكذوبة من الرئيس فلاديمير بوتين تعليقا على ديفكم الكريم من الأولئة المتحدة هناك مختلفة الكذيب بشأن أن روسيا تقوم بابتساز نووي وتهدد باستخدام الأسلحة النووية هذا ليس صحيحا فإن الأقيدة العسكرية الرسمية لا تنس على إمكانية إنزال دربة النووية أولى خلافا للأقيدة الأمريكية ولهذا السبب يجب أن نقول بشكل مباشر روسيا تهتم بتنمية سلمية ولكن بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الولايات المتحدة ترخب في الحصول على المزيد من الموارد أو الاستحواذ على المزيد من الموارد فلذلك التصرفات تصبح أكثر خطورة ونحن يجب أن نبحث عن الأسليب والطرق لحماية مصالحنا التجارية والاقتصادية من التدخل الأمريكي نعم شكرا جزيلا لك إذن سيد فازلي كولتاشوف رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية حدثا من موسكو شكر موصولي سيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق بالضابط المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأيضا سيد هي سينتسو مدير جمعية الدراسة المتقدمة للعلاقات الدولية في هانغ كونغ شكرا جزيلا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراش غازي